نسور قرطاج التصريحات كانت في ميكروفون الزميل هناء بكا ينضم إلي في البلاطو الزميل محمد بروبي صحفي في القسمية الرياضي أهلا وثهلا ومرحبا أهلا صباح الخير زميل مبارك صباح الخير أهلا بكم مشاهدي الأفواظ المتابع قناة شرق الإخبارية مثلما تبعنا كلمة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة الذي سيرافق المنتخب الوطني في سفريته اليوم السفر الرحلة كانت مقررة في حدود نوعا ما إلى تونس أين سيخوض منتخبنا الوطني ثالث مباراة ودية تحذيرية له في إطار تربص تربص إعدادي لشهر جوان بعد الفوز أمام موريطانيا بأربعة أهداف لهدف ثم الفوز أمام مالي بهدف نظيف المباراة الثالثة ستكون صعبة وصعبة جدا أمام منتخب تونسي قوي منتخب شقيق كان قد شارك في المونديال الأخير الذي غاب عنه المنتخب الجزائري عام 2018 في روسيا المباراة ستكون في ملعب رادس بالعاصمة تونس وهو الملعب الذي يعرف معالمه جيدا المنتخب التونسي كما قلنا بعد لحظات يمكن أيضا أن نشاهد صور مباشرة سترصدها لنا موفدة قناة شرق الإخبارية الزميلة هنأبكايا المتواجدة بمطار الجزائر الدولي أين سيشد لعبو المنتخب الوطني رحلهم إلى العاصمة تونس تحسبا لمواجهة نسور قرطاج مساء غدنا الجمعة بداية من الساعة الثامنة والنصف ثالث مباراة تحضيرية لأشبال الناخب الوطني جمال بالماضي والثانية لمنتخب تونس استمعنا لتصريح الرئيس رئيس الفاف شرف الدين عمارة الذي تحدث عن عديد النقاط أهمها ربما تأويلات التي طالت تصريحه حول إمكانية احتضان الجزائر لكأس أمم إفريقيا 2022 مكان الكاميرون شرف الدين عمارة قال بصريح العبارة أنه لم يقل أن الجزائر ستحتضن هذه الدورة قال إذا توفرت الشروط سيكون القرار الأول بيد السلطات العليا في البلاد لأن تنظيم مثل هكذا دورات بمثل مستوى وقيمة وحجم كأس أمم إفريقيا الأمر يتعدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويتعدى السلطات الكروية في البلاد لأن الحديث في مثل هذه الأمور يخص السلطات العليا في البلاد كما عاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة إلى قضية تصريحات اللاعبية المنتخبة التونسي قبل المباراة والتي اعتبرها البعض استفزازية شرف الدين عمارة قال أن مثل هذه التصريحات أمر طبيعي خاصة قبل دربي مغاربي كبير سيجمع منتخبين كبيرين شقيقين مثل الجزائر وتونس شرف الدين عمارة قال أن مثل هذه التصريحات تدخل في إطار الحرب النفسية في الإطار الرياضي دائما ولا يجب أن تعطى أكثر من حقها إذن كما قلنا عناصر المنتخب الوطني مثل ما نشاهد في هذه الصور كانت قد خاضت مساء أمس بمركز تحذير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بالعاصمة آخر حصة تدريبية لها في مركز سيدي موسى قبل شدي الرحال بعد دقائق معدودة من الآن إلى العاصمة تونس وكان بعض اللاعبين قد أدلوا بتصريحاتهم في المنطقة المختلطة التي كانت قد خصصت لرجالي الإعلام وتحدث بعض اللاعبين على غرار مهدي زفان وكذا زرقان وبالليلي وأبو نجاح نعود إلى تصريحات لعبية المنتخب الوطني أمس في المنطقة المختلطة بسيدي موسى والتي خصصت لرجالي الإعلام بينصير بينصير منتخب تونسي معروف بالآداء التاع معروف باللائبين اللي عنده الخبرة الإفريقية اللي عندهم رانا قارين مليح كفاشي لعبو إن شاء الله عدنا تيقى في الجوال يحمي لعبو بالหماسة في التاعقن عندنا نفس المقابل التي لعبنا أصبح وبونج نحن سوف نحاوسون ونحاوسون سوف نحاوسون هذا هو رئيسة ولكن لا أعتقد أنه في ميكال كل ميكال سوف نفتح نفتح لنفتح 100% لنفتح أفضل إذن هكذا كانت تصريحات لعبية المنتخب الوطني مساء أمس في المنطقة المختلطة بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أين تحدث لعبون لرجال الإعلام عن أهمية المباراة الودية والتي يرفض اللاعبون وحتى الناخب الوطني هذه التسمية يؤكدون أنها مباراة تحضيرية مهمة جدا في مشوار المنتخب الوطني حتى وإن كانت بطبع ودي لكن لها أهمية كبيرة في ترتيب الفيفا وخاصة أمام المنتخب التونسي الذي يتفوق على المنتخب الوطني الجزائري في ترتيب الفيفا ولهذا أكد جمال بالماضي في المؤتمر الصحفية الذي أعقب مباراة مالي أن الفوز بمباراة تونس ضروري وضروري جدا لا يجب الحديث عن كونها مباراة ودية بل يجب وضع اللاعبين في أفضل الظروف للتركيز على تحقيق الانتصار في هذا الفوز لأنه كما يعلم الجميع الفوز أمام تونس سيضع المنتخب الوطني في أفضل رواق لتجاوز نسور قرطاج في ترتيب الفيفا كما أن المباريات الفاصلة في تصفيات المونديال ستكون حاسمة وحاسمة جدا والمتخبات التي ستكون في أفضل خمس مراتب إفريقية في ترتيب الفيفا ستستقبل على ملعبها على ملعبها أقول إيابا وهو الأمر الذي يريده الناخب الوطني جمال بالماضي إذن في انتظار تصريحات أخرى من لعبي المنتخب الوطني وحتى طاقم المسير زميلة هنأبكاي متواجدة دائما مفدت قناة شروق متواجدة بمطار الجزائر الدولي أين سيشد المنتخب الوطني رحاله إلى العاصمة تونس اليوم في الرحلة التي كانت مقررة في تمامها العاشرة لكن يبدو كما سلف الذكر أن الرحلة ستتأخر لبضع دقائق المنتخب الوطني سيكون معنيا بحصة تدريبية في الميدان الرئيسي مساء اليوم في ملعب رادس الملعب الكبير بالعاصمة تونس في نفس توقيت المباراة على أن تقام المباراة والقمة المغاربية مساء غد الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة والنصف كما تبعنا مشاهدين إذن كان قد تحدث الرئيس والاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة تابعنا وإياكم التصريح مباشرة من مطاري الجزائر الدولي رئيس الفاف سيرافق المنتخب الوطني في رحلته إلى تونس أين سيخوض ثالث مباراة تودية تحذيرية شرف الدين عمارة عاد للحديث عن عديد الأمور والنقاط المهمة أين أكد أنه لم يتحدث عن نية الجزائر في تنظيم كأس أمم إفريقيا في حال انسحاب الكاميرون وقال أن هذا الأمر يخص السلطات العليا بالدرجة الأولى ووضح أن البيانة التوضيحية الذي نشرته الفاف جاء ليؤكد أن ما قاله شرف الدين عمارة لا يعدو أن يكون سوى توضيحا أن الجزائر لها من الإمكانات ما يسمح لها بتنظيم الدورة لكن لا يمكن المبادرة بأي قرار مماثل دون أخذ موافقة واستشارة السلطات العمومية في البلاد كما عدا شرف الدين عمارة رئيس والفاف إلى تصريحات لاعبية المنتخب التونسي والتي اعتبرتها بعض الصحافة الجزائرية تصريحات استفزازية خاصة أن البعض حاول تأويل تصريحات نجم المنتخب الوطني ونادي مونشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز عندما أكد بعض رجال الإعلام في تونس أن محرز استصغر منتخب بلادهم عندما شبهه بنادي أتليتيكو مدريد الصحافة التونسية حاولت تأويل تصريحات رياض محرز بأنه استفزهم واستصغر منتخب نسور قرطاج لكن شرف الدين عمارة أكد وقال عفوا أن مثل هذه التصريحات واردة في عالم كرة القدم وهي تدخل في إطار الحرب النفسية في الإطار الرياضي دائما قبل أي مباراة إذن هذه الصور التي نشاهدها مشاهدين كانت للحصة التدريبية التي خاضها رفق الحارس رئيس هابن بولحي مساء أمس الأربعاء وكانت آخر حصة تدريبية للعناصر الوطنية نشاهد تدرب أدم والناس مهاجم كروطونيا الإيطالية عن انفراد بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة منتخب مالي أين دخل بديلا لبالليل ثم استبدله والآخر بعد 12 دقيقة فقط بعد تعرضه لإصابة كانت تبدو بلغة على مستوى الرأس أدم والناس تدرب على انفراد وحتى مشاركته في مباراة تونس يوم غد تبقى مستبعدة جدا إذن كما قلنا هذه الصور كانت أمس من آخر حصة تدريبية لعناصر المنتخب الوطني قبل التوجه إلى تونس بعد دقائق من الآن تحسبا لمواجهة المنتخب التونسي الشقيق في المباراة التي ستلعب غدا الجمعة بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء إذن كما قلنا زميل مباراك في اتظار إن أمكان تصريحات أخرى زميلها نأبكاي مفدت قناة الشروق الإخبارية متواجدة دائما في مطار الجزائر الدولي أين سيشد لاعبو المنتخب الوطني رحالهم إلى العاصمة تونس في الرحلة التي نذكر كانت مقررة في تمام العاشرة ويبدو أنها تأخرت لبعض الوقت نعم إذن مشاهدنا سنربط الاتصال دائما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن كانت هذه أبرز المعلومات لحدها الآن في انتظار وصول لاعبية المنتخب الوطني إلى المطار لشد رحالهم إلى العاصمة تونس زميل مباراك أشكرك جزيلا شكر زميل محمد بروبي كانت هذه تغطية مباشرة لتنقل عناس المنتخب الوطني كما أسلفت لكرة القدم تحسب لمواجهة نسور قرطاج غدا أو مساء غد بحول الله كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وبأخبار المنتخب الجزائري نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم أشرك مورنيغ نلتقي دوما على محبة مع أجمل تحية وأروعي سلام